السلام عليكم اخواني اخواتي قناة شيوات امولا كتمنى لكم سنة هجرية سعيدة بصحة والسلامة ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع الامة الاسلامية الوصفة دينا دي اليوم ان شاء الله هي دجاج بلا مطار تصراحة كي جيزبين وكي جيبنين كنتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنال الردة ديلكم ان شاء الله سنبدأوا بالمقادر وطريقة التحضير عندي هنا يا جوج دجاجات الوزن ديالهم تقريبا جوج كيلو من بعد ما اغسلتهم زيان ورقتهم ليلة كاملة في الحامض والملحة بشها كتحي ديالك زفورية ديال الجاج والدجاج كي جيلينا يعني ديك سدر ديالو كي يطاب لنا ضغية وكي جيلي نفتي عندي واحد البصلة متوسطة من بعد ما شلطة يعني مقطعة قطعة صغيرة وعندي هنا يدك القنيصات ديال الجاج والكبيدات ديالهم وكان عندي واحد شي شوية في الموج وميزتهم وصلقتهم في الماء والخل بش تحي ديالك زفورية وقطعتهم الى قطع صغيرة على هات الشكل كيف ما كتشوفوا معي ضروري انكم تديروا الخل بشها كما تبقاش لكم زفارين وعندي هنا يا الفيطر المعلب تهو قطعتو الى مربعات صغيرة على هات الشكل هذا يعني ما خليتوش طولي قطعتو شوية وعندي زيتو الحامض من طبيعة الحال حتى هو غسلتم زيان من ذاك الصودة وتهو عاوت قطعتو الى قطع صغيرة ومن طبيعة الحال غادي نحتاج الواحد نصف حامضة مصيرة وعندي هنا يا خمسة ديال فصوص ديالتوم يعني خمسة ديال فصوص كبارين ديالتوم حكيتهم على هات الشكل هذا ومن طبيعة لحال الجاج ديالي يعني غادي نحتاج ليه لموطار يعني البنة ديالها الجاج والسر ديالها الجاج هي لموطار صراحة كيجي بيها بنين وعندي هنا يا واحد صشية كبيرة ديال الشعرية الصينية يعني مشي ديال الروز العادية من بعد ما سلقتها واستقطرتها من الماء من بعد مغلالية الماء خويت في ايدك الشعرية وحتانية المغانا وصفيتها وقطعتها بالمقاس على هات الشكل عطريا غادي نحتاج الملحة ليبذار ليه بوالفلفل اسود سكنجبيل لي وزنجبيل بودرة وزيت الزيتون من طبيعة الحال غادي ندوزو ونحضروا الشرمولة ديالنا ديال الجاج كيف ما قلت لكم هات الجاج السر دياله هو يعني لموطار صراحة كيجي بيه بنين كيعطيه واحد البنة ليه رائعة غادي ندير ثلاثة دلمعالق كبارين يكونوا عامرين مزيدا زيان انا درت ثلاثة انتوما الى بغيتوا تزيدوا كتر من ثلاثة يمكن لكم تديروا ربعات المعالق ما كينحتش مشكل عندي هنا يا خمسة ديال الفصوص ديالتوما من بعد ما حكيتهم على هات الشكل خمسة ديالتوما يعني عندي ريوصة ديالتوما كبارين درت خمسة وحكيتهم وغادي نزيد العطرية ديالي من طبيعة الحال ملحة دائما كيبقى على حسب الضوء يعني درت ربع ملعقة صغيرة يعني مطارد عندي ملحة دكشي علاش غادي ندير غير ربع ملعقة صغيرة باش هكا يعني كان كان صحو الضوء ديالنا باش ميجيش لنا ملح بزاف يعني ما تكترش الملحة كيفما كتعرفوا لمتادرة هي ملحة عندي هنا يا ملعقة كبيرة يعني ملعقة كبيرة عامرة ديال زنجبيل بودرا اللي هو سكنجبير وغادي نزيد تقريبا يعني اللي بذار اللي هو الفلفو الاسود غادي ندير ربع ملعقة صغيرة فقط لان اللي بذار كيفما كتعرفو كنديرو غيشي شوية للقياس سكنجبيل اللي كيتوتر لانه مع ديال جاز درتلي ملعقا كبيرة يعني تكون عامرة مزيان وغادي نخلط المكونات الديالي يدي يرى مغسولين منطبعة الحل غسلهم مزيان غادي نخدم غيشي شوية ديا غادي نخلط المكونات ديالي كاملة باش هكا التجنس اللي يدك لامطارد والملحة والليبزار غادي ناخد ديالي كيفما كنت لكم وغادي نغد شرملو يعني غادي نشرملو من جميع الجوانب يعني غندخل في هاد العطر يدي ديالي مزيان باش هكا ال هو القومي من الجيز يتمتح وتكون ق arterعة البرغة معروف و نقار 찹أهم من جدد التسجيل و لان نقاط و النقاط من جهة العنقح تاوى سوف ندخل فيها شرمها مزيان من طبيعه الحال من بعد مساء لتجاجة الأولى أخذي تجاجة الثانية سوف ندير لها نفس الشي اللي درت لتجاجة الأولى يعني سوف نشرمها مزيان من جميع الجوانب و سوف ندخلهم من طبيعه الحال سوف نرقدهم واحد ساعتين ديال المقانة عاد نطيبهم هنا أخذت واحد سيكين و سوف يمقنطق بهم باش هكذا الشرم والادي لو دخلوا أمام التجاج مزيان و يجبني يا ابنين يمكنكم ترقدوا بالليل و يمكنكم ترقديه بالليل و ادعوا طيبه إذا لم ترقديه و ادعوا من تجاجة أمام و كنتم مزروبيين و تدخلوا تدخلوا 1 ساعة هذا المقانة و ساعتين و قد ما رقته فالشرمو لكي لا تعرفوا التجاج و يجبني بني أكثر فأكثر و يجبني بني نفتي من طبيعه الحال هنا سوف ندخل المقادر التي أردتكم في المقادر في الأول بصلة متوسطة سوف نأخذ المقلة ونشعل عليها النار ونضع القليل من زيت الزيتون ولا زيت المائدة على حسب المتوفر عندكم سوف نأخذ البصلة ونشحرها سوف نشحرها سوف تعطي لنا واحد البنة في الشرمولة سوف نخلطها مع الشعرية الصينية سوف نعمر الجاج من الوسط سوف تعطي لنا واحد البنة سوف نجعل البصلة حتى تحمر جيدا ويتغير لها لونها أحمر كما نقول لون ذهبي سوف نخلط البصلة حتى تجمس لها زيت الزيتون ونجعلها حتى يتغير لها لونها جيدا سوف نخلط المكونات ونخلط المكونات لهم سوف نضع الملح سوف نضع الملح على حسب الطوق سوف نضع الفلفل الأسود سوف نضع الفلفل الأسود سوف نخلط المكونات لهم على هذا الشكل لكي تكرع تريع comfortable سوف نقلط المكونات من طبيعة الحال سوف نسخن المكونات ونرح على الملحة لها هو وكيف يجب من الفلفل الأسود سوف نضع المكونات سوف نقلط المشكلة ثم ن Commsحض قطعته تقطع صغيرين سنزيد زيتون قطعته بالمقص غسلتهم من طبيعة الصوداء استقطرتهم الماء و قطعتهم بالمقص سنأخذ نص حمضة مصيرة قطعتها إلى مربعات صغيرة على هذا الشكل و من طبيعة الحال سنزيد الحشوة التي صوبت ضروري أن تجعلها و هي سخونة و من بعد ما تجعلها تحتها سنخويها من فوق الشعرية الصينية و هنا سنزيد الهريسة يعني الحار التي لا يوجد الهريسة يمكن أن تجعلها السودانية و دائما الحار يبقى على حسب الاختيار لما يعجبه الحار يمكن أن يستغنع هذا غير مدية الهريسة بقتلية في الزلافة أخويتها هنا الصراحة الحار يزيد يعطيها واحد البنة و هي رائعة أكثر فأكثر يزيد البنة و هنا سنضيف شوية الملحة حوله ما أمكن ما تكتسوش بشيء 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 حضب الشرم لأننا نضيف الحامض مصير في الملحة و نضيف الحشوة التي فيها تأيين ملحة حوله نضيفه شوية لديها شوية لبزار و سنزيد تقريبا ثلاثة دلمعالق كبارين زيت المائدة و سنخلط المكونات ديالي كلهم كيف ما قلت لكم إخواني أخواتي الملحة حاولوا ما تكتروش أنا درت غيش شوية بشيء 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 ماشي حتى الأخير جيني الحشوة ديالي مسوسة المهم بشيء بشيء يعني الملحة تكون مقاعدة في الدق ديالها كامل لأن الشرمولة درنا لها كما قلت لكم الملحة و الحامض المصير حتى و عندنا فيه الملحة ديروا غيشي شوية هنا من بعد مخلط المكونات ديالي كلهم و ذاك الدجاج ديالي خليتوا ساعتين دلما كانت تقريبا ترقد ليه هنا أخدي ثلاثة ديال الفران أفرجتها بذاك الورق ديال الفرن و غادي ناخد الدجاج ديالي و غادي ناخد شيء شوية ديال الحشوة غادي مقندرة في الوسط يعني حاولوا ما أمكن باش ما تعمروهم بزاف باش منين يطيبو هكا ما يترتقوش لكم كيف ما كان قولو ولا كيتفرقعو يعني بغينا دجاج ديالنا ايجي لنا مني نحطو ايكون ايكون صاين و ذاك الحشوة من طبيعة الحالي غادي تبقى ليه غادي نقدمها في الاخر في طبيعة صغيرين راما تشي حاجة ما غادي تضع لنا الحمد لله هنا غادي مقن عمر الجاج ديالي وذوك الرجلات يعني غا نشدهم على هاتشكل و غادي نحاول ندخلهم انا هنا كنت تزلق لي يديا يعني رايشي حاجة عادي طبيعي ما كانت شي مشكل يعني نقدموا بشوية عليكم وعطاوا وقتكم الحاجة باش هكا جي لكم زوينة و جي لكم قادة هنا يراني قادتهم وخديت كما قدت لكم ذاك الرجلات ودخلتهم ما بين ذاك الجلدة على هاتشكل وغادي نهزا ونحطها في لطا ديال فرام غادي ناخد دجاجة تانية تايا غادي ندير لها نفس شي يعني غادي نعمرها من الوسط كيف ما كانت شوفو كيف ما قدت لكم حاولوا ما امكان باش ما تعمراش بساف لانا الى عمرناهم بزاف هكا فاش كي يتبلينا دجاج ديالنا يقدر يتفرق علينا ولي ترتقلينا على هاتشكل هادا كنجمعهم ودك الشرمولة اللي بقات ليدك ديالها مطار من طبيعة الحال قلت عليش اللا بلا ما نضيعها يعني نستغلى زيت فيها شي شوية ديالت حميرا اللي هي والفلفل احمر او البابريكا غادي نخلطها وغادي يعني نديرها اندهن بها دجاج ديالي يعني في بلص ما نزيد زبدة هادا شرمولة هادا ما كيللاش نضيعها زيت فيها شي شوية ديالت حميرا باش هكا دجاج ديالنا يجي لنا محمر من جميع الجواني من طبيعة الحال اراني دهنتهم من تحت من صدر ودهنتهم من فوق هنايا من طبيعة الحال غادي نغطيه بالبابي ديال بالكاغي ديال الفرن او ورق الفرن على هاتشكل هادا غادي تغطيوه مزيان ما تخليوه شي يعني منفث من طبيعة الحال هنا يرى كيف ما شفتو اذا ارى الورق الفرن جاني صغير غادي نزيد لي واحد الورق ديال الفرن تاني باش هكا نغطي الدجاج ديالي مزيان باش يطيب لي على حق وطريقه يعني من بغيته يجي لي محمر مزيان ويطيب لي على خاطره خديت واحد الورق ديالفرن تاني وغطيته مزيان هنايا غادي نزيد نغطيه بالبابي اولمينييوم على هاتشكل هدا بهذا يعني كما قلت لكم الدجاج ديالي راه ما غاديش ننطيره في الكسكاس وسوف ندخل المباشرة لفران سوف يكون طيب و يكون هاري لأنه لا يحصل لكم كيف يجبونه و تشريونه و تجريونه و تأتي بل قصح و سوف يغسله و ترقضوه ليلة كاملة لكي يكون افتينه و من طبيعة الحال من بعد ما ندخل الفران سوف يتلقى لنا المرقة كثيرة و مرة مرة تظهر عليها و تكتر مرقة اللي تشوفها تحت لكم يعني كتالزوا بالملعقة و تحطوها على دجاج لكم لانها فران كبير اعطي لكم واحد البنة رائعة وهذا هو الشكل نهايي للتجاج الذي صوبنا اليوم كما قلت لكم الشعرية الصينية اراني درتها في بيصلة على هذا الشكل اتمنى انه يعجبكم اتمنى انكم تدعموني وتشجعوني وتخلي ليالي كومنتر واعجاب الفيديو دمتم في رعايت الله والى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله